الله قال لك الإله العظيم أنا معك كن لي كما أريد أكن لك كما تريد كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكن إلا ما أريد إله عظيم ينتظرك ينتظر أن تبعوه ما في عمل يتوافر عمل ما في رزق يأتيك الرزق ما في امرأة صالحة للزواج يختار الله لك امرأة تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديث إلى الله أيها الإخوة أناس كثيرون يستغفرون والفقر يزداد هذه ظاهرة لو أنك حدثت من حولك بمضمون هذه القطبة حتما سوف يقول لك أحدهم لا لا أنا أستغفره ليلا ونهرا والأمور تزداد تعقيدا بماذا تجيبه قال أبو علي التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة شك أعرابي إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه شدة لحقته وضيقا في المال وكثرة في العيال فقال له عليك بالاستغفر فإن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غطر الآيات فعاد الأعرابي إليه فقال يا أمير المؤمنين إني قد استغفرت الله كثيرا وما أرى فرجا مما أنا فيه فقال له دققوا لعلك لا تحسن الاستغفار قال علمني قال أخرص نيتك وأطع ربك أخوانا الكرام وصف نبوية نبوية في الصحاح إذا كان ثلث الليل الأخير قبل الفجر نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من طالب حاجة فأقضيها له الله ينتظرك في وقت السحر قبيل أذان الفجر هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر من هو الكسول من هو العاجز من هو الأحمق من هو الغبي الذي يتكاسل أن يطلب من خالق السماوات والأرض والله ينتظرك ينتظرك أنت في الصلاة تقول سمع الله لمن حميدك هو يسمعك الآن طلب منه إن الله يحب الملحين بالدعاء يحب الملحين بالدعاء إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعنه إذا انقطع إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها الأمر بيده على كل شيء قدير جسمك بيده صحتك بيده أهلك بيده أولادك بيده من هم فوقك بيده أعداءك بيده الطغاة بيده فتدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم الدعاء سلاح المؤمن قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم ما معنى أن تدعوه أخواننا الكرام أنا أعني ما أقول المسلمون مقصرون في الدعاء في دعاء شكلي في دعاء باللسان في دعاء والاعتماد على غير الله في دعاء مع الشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في دعاء مع الخوف من غير الله في دعاء والأمل متعلق بغير الله كل هذه الأدعية لا قيمة لها ولا وزن لها ولا يستجاب لها أما حينما تعقد الأمل على الله وحينما تؤمن أن يد الله تعمل وحدها وأن الله بيده كل شيء إليه يرجع الأمر فاعبده وتوكل عليه حينما تؤمن أن كل حركة وسكنة بيد الله حينما تؤمن أنه لا معصي إلا الله ولا مانع إلا الله ولا رافع إلا الله ولا خافض إلا الله ولا معز إلا الله ولا مذل إلا الله حينما تؤمن أن كل الأصنام التي في الأرض أن كل الطغاة في الأرض لا يستطيعون فعل شيء إلا إذا سمح الله حينما تجعل علاقتك كلها بالله حينما تعقد الأمل على الله حينما تتوكل على الله حينما لا ترى يدا تعمل في الكون إلا الله حينما توحد يصح دعاؤك وإذا صح دعاؤك استجاب الله لك فقويت عقيدتك قويت عقيدتك إياك أن تدعو الله وأنت معتمد على زيد أو عبيد إياك أن تدعو الله وأنت ترى أن خلاصك بيد زيد أو عبيد أو أن زيد أو عبيد إن شاء رفعك وإن شاء خفضك فتقول يا رب دعا ما له معنا أطنقل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك أنا أغنى الأغنياء عن الشرك إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على القلب المشترك ينبغي أن يرى الله قلبك خاليا إلا من الاعتقاد به أن لا يرى في قلبك شريكا له عندئذ لا يقبل عليك أن لا يراك معتمدا على غيره أن لا يراك تخاف من غيره التوحيد أساس الدعاء حينما ترى أنه لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحينما ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله وفي الأرض إله حينما ترى أن هؤلاء الطغاة عصي بيد الله يحركهم كما يريد حينما تقتدي بنبي كريم تحدى أقوياء أمته فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حينما توحد يصح دعائك وإذا صح دعائك يستجاب لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إلينا من حبل الوريد يحول بين المرء وقلبه أجيب دعوة الداعي إذا دعاني حقيقة إذا آمن بي حقيقة إذا آمن بوحدانيتي حقيقة إذا آمن بأنني فعال لما أريد حقيقة إذا آمن أن الخير والشر بيدي لا بيدي خلقي أنت حينما توحد تدعو وإذا دعوت صادقا يستجاب لك وما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميدا عظيمة الدعاء سلاح المؤمن بل إنني أفهم قوله تعالى حينما يقول والذين هم على صلاتهم دائمون كيف دائمون تأكل وتشرب وتمشي في الطريق تؤسس عمل تدرس كيف دائمون بالدعاء الدعاء صلة الدعاء هو العبادة في رواية أخرى الدعاء مخ العبادة الآية الآن قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم ما معنى أنك تدعو الله المعنى الحتمي أنت لا يمكن أن تخاطب جهة ليست موجودة يكون مجنون واحد إذا فات لبيت ما في حدا فلان شو قوله كيف صحبك مجنون بيقول نحن أنت لا تخاطب جهة غير موجودة فإذا دعوت الله فأنت حتما موقن بوجوده وأنت لا تخاطب جهة لا تسمعك فإذا دعوت الله فأنت حتما موقن بأنه يسمعك وأنت لا تخاطب جهة ضعيفة لا تستطيع حل مشكلتك عليك مليونين ذين لا تأتي إلى طفل في الحضان تقول له معك هذا المبلغ يتكون مجنون أنت لا تدعو إلا جهة موجودة وتسمعك وقادرة على تلبيتك وأنت لا تدعو جهة قوية تسمعك وقادرة لكنها لا تحبك ما في إنسان يطلب عدو قرد إذن أنت حينما تدعو الله مؤمن بوجوده ومؤمن بسمعه ومؤمن بقدرته ومؤمن بأنه يحبك فالذي يدعو الله معنى مؤمن الدعاء هو العبادة لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم فقد كذبتم إذن لمجرد أنك مؤمن وموحد تدعو الله عز وجل الآن صدقوا أيها الإخوة ما من شيء يقوي إيمانك بالله كالدعاء تدعوه بينك وبينه الأمور تسير بشكل آخر لمصلحتك استجاب الله دعاءك يعني الله عز وجل أعطاك دليل واقعي عملي يقيني قطعي صارخ حاد أنه سمعك واستجاب لك لا يزداد إيمانك إلا بالدعاء اجعل الدعاء ديدنك في هذه الحياة اسأله كل حاجتك قبل أن تخرج من البيت اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي قبل أن تقوم بعمل اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك هذا القوة المتينة قبل أن تتزوج اللهم ارزقني زوجة صالحة أنت حينما تجعل الدعاء ديدنك كل يوم كل ساعة في دخولك في خروجك قبل أن تنام بعد أن تستيقظ قبل أن تقدم على عمال إنك بهذا تعبر عن إيمانك بالله وجربوا مع أن الله لا يجرب جربوا أن تتحرك بالدعاء ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يخيب الله ظنك به أنا عند حسن ظن به فليظن به عبدي ما يشاء حدثني رجل سافر إلى الساحل عن طريق الجبال أوقف مركبته برأس جبل والوادي من أعمق الوديان وذهب ليأتي بالطعام ابنه حرك السيارة فانحذرت في الوادي المتوقع مع خمسة أولاد وزوجته أنهم سيموتون جميعا فدع الله دعاء من أعماق 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 قلبه أن ينجي الله أهله وأولاده استقر في قعر الوادي وزوجته وأولاده سالمون الله كبير حينما تؤمن أنه على كل شيء قدير يعني تقبلوا مني أنا معي أدلة مرض خبيث بالدرجة الخامسة ممكن ينحسر مهائيا والله أعرف رجلي قبل خمسة وعشرين سنة أجمع الأطباء على أن هذا الورم لا دواء له والمصير الموت المحقق بأقرب وقت لا يملك إلا الدعاء والآن والله معافى صديقي صديقي أعرفه جيدا الله عز وجل شفا الدعاء سلاحك الدعاء يعني إنسان أيام بيكون إلا صلاة قوي بيمشي بالعرض الله قال لك الإله العظيم أنا معك كن لي كما أريد أكن لك كما تريد كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكن إلا ما أريد إله عظيم ينتظرك ينتظر أن تبعوه ما في عمل يتوافر عمل ما في رزق يأتيك الرزق ما في امرأة صالحة للزواج يختار الله لك امرأة تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتضيعك إن أمرتها ممكن علّق أملك بالله عز وجل لكن الله عز وجل إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا لا يمكن أن تستطيع أن تدعوه إلا إذا استقمت على أمره هم بعض سؤال هم العقبة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرسل أخوانا الكرام ضعوا رحالكم بباب الله ضعوا همومكم عند الله ضعوا طلباتكم عند الله ضعوا كل همومكم عند الله من جعل الهموم همّا واحدا كفاه الله الهموم كلها وعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها والدعاء مخ العبادة وأحد أسباب زيادة الرزق الاستغفار والدعاء أيها الإخوة الكرام لكن كاستثناء كاستثناء من شروط الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون لكن العلماء استنبطوا من آيات كثيرة أن هناك صنفين من الناس مستثنون من شروط الدعاء من هما المضطر أم من يجيب المضطر إذا دعاه المضطر ولو لم يملك شروط الدعاء المستجاب يستجيب الله له برحمته والمظلوم والمظلوم لو لم يملك شروط الدعاء المستجاب يستجيب الله له بعدله فالمضطر يدعو الله كيف مكان وضعك مستقيم غير مستقيم محسن مسيء هلأ ادعو الله عز وجل ما لا غيره لأنه أم من يجيب المضطر إذا دعاه الثاني المظلوم دقيقوا الآن اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب إياك أن يدعو عليك مظلوم ولو كان كافرا لأنه عبد من عباده الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا إياك أن يحملك عداؤك لكافر لملحد على أن تظلمه إياك كافر ملحد فإن الله يسمع دعاءه الظلم بلمات يوم القيامة يروى أنه أحد أكبر المقربين لهارون الرشيد اسمه خالد بن برمكي يعني أقوى إنسان في هذه الدولة رأى نفسه فجأة في السجن فزاروا أحدهم قال له ما حالك قال له والله لعل دعوة مظلوم أصابتني إياك ودعوة المظلوم مؤمن غير مؤمن من دينك من غير دين ما له علاقة له حق الحق أحق أن يؤدى اتغشها الإنسان ميعه بضاعة فازة هذا ما في دين لا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَلَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُوا اِعْدِلُوا هو أقرب للتقوى إن عدلتم معه قربتموه إليه وقربتموه إليكم يعني يهودي ادعى أن هذا الدرع له قولوا سيدنا علي وقفا أمام القاضي قاضيه عين أمعك شهود يا أمير المؤمنين قال له معي أولادي قال له غير مقبول الأولاد من أولاده الحزن والحسيك لا يشهد ابن لأبيه ممنوع بالقضاء حكم القاضي لهذا اليهودي بالدرع أم أسلم ممحق أمير مؤمنين والدرع له أما الشهود أولاده الوحيدون فالقاضي نفذ الشرع وحكم له بالدرع فأسلم اعدلوه هو أقرب للتقوى هذا البعيد إذا أنصفته قد يسلم قد يحبك قدسني أخ سائح يوناني في تركيا في أيام الصيف ازدحام شديد ما في فنادق ولا درجة ولا أربع نجوم ولا ثلاثة ولا اثنين ولا نجمة طرق باب أنه في مجال تأجرنا غرفة عندك قال له تكرم البيت كله إلك قال له أنا عندي بيت تاني هيأ له عشا طعام الفطور وبيت وين بيت التاني ما عنده بيت التاني نام تحت الشجرة هو أولاده فلما رأى صباحا دخل في الإسلام الآن أكبر داعي ما هي الأخلاق هذه لكن الأمور غير معقدة لكن كن مع الناس كاملا يحبك الناس يحب دينك يحب إسلامك يدخلون في دين الله أفواجه والمقابل صلي وعمل كل سنة عمره وكل مال حرام وغش الناس يخرنون من الدين أفواجا البطولة أن تكون كامل أن تكون محسن والله الآن تحدثوني عنه أنه من أكبر الدعاة الآن غير مستعم هو معقول إنساني ضيفني ما بيعرفني أنه في ساعة 12 ما في محلنا هيأ له غرفة النوم وطعام العشاء وطعام الإفطار حتى يرضى قال له أنا عندي بيت تاني فصباحا وجده نايم مع زباة وأولاده تحت الشجرة وريد منطقة جميلة يعني دنيا صيف ما في مشكلة بس أنه أقنعه ينام عنده ما أكبر منه شيء طبعا فكان سبب إسلامه أسيرة وقعت بيد مسلمين عملوه معاملة هي حاقدة كثير حاقدة ترى أن الدين دين تخلف دين جهل دين إرهاب دين قتل عملوه معاملة صعب وصفة لكم استفزتهم بكل أنواع الاستفزات تخلعوا ثيابها أمامهم فيهربوا لا ينظرون إليها تطلب حاجات نادرة يمنون لياكم فلما أفرجوا عنها بعد شهرين بحسب اتفاق معين عقدت مؤتمرا صحفيا وأول كلمة قالتها أشهد أن لا إله إذى الله وهي الآن من كبيرات الدعاة في بريطان بيدك أقناع الناس بالإسلام بالإحسان مو بالكلام بالإحسان بالعدل بالإنصاف أيها الإخوة الكرام نحن مقصرون كثيرا هؤلاء الذين أساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام لأننا نحن أساءنا له قبلهم فأخذوا عنا فكرة غير صحيحة فتوقعوا أن النبي مثل أتباعه هذا ما قاله أرسام الديمار ظننته كأتباعي هكذا ظن نحن أساءنا إليه نحن مقصرون إياكم أن تتهموا جهة أخرى من علامات التوفيق أن ننتهم أنفسنا نحن مقصرون طبق هذا الدين استقم كما أمر الله يدخل الناس في دين الله أفواجا وطبق شعائره وابتعد عن الاستقامة والعمل الصالح يخرج الناس منه أفواجا ترجمة نانسي قنقر